اشتركوا في القناة الابهامين كيف نمدد الابهامين ونوسع شيئا فشيئا والآن التدريب الثاني في ناحية توسيع مجال النظر وهو يعني نأخذ صفحة من صفحات أي صفحة ربما من جريدة أو كتاب أو أي شيء نختار كلمة موجودة في أي سطر ولكن تكون في الوسط يعني نختار أي سطر من الأسطر الموجودة المكتوبة أمامنا ونختار الكلمة الموجودة في الوسط هذه الكلمة الموجودة في الوسط نخفي بالابهامين نخفي الكلمات المجاورة لهذه الكلمة الموجودة في الوسط السطر ونركز مع هذه الكلمة نصبح ننظر إلى هذه الكلمة لمدة نصف دقيقة نصف دقيقة ونحن ننظر إلى هذه الكلمة ونخفي الكلمات المجاورة لهذه الكلمة بعدها ما تنتهي النصف الدقيقة نسحب الأصبع الأيمن عن الكلمة التي كنا مخفينها المجاورة لهذه الكلمة نسحب الأصبع ونحاول التعرف على هذه الكلمة المجاورة ولكن دون نقل النظر إليها يعني البصر يبقى مركز على هذه الكلمة التي كنا مركزين عليها من قبل في بدايتنا وعندما نسحب الأصبع عن الكلمة التي كانت مخفية نحاول التعرف على هذه الكلمة المجاورة دون نقل النظر إليها ننظر إلى الكلمة التي في الوسط ونتعرف على الكلمة المجاورة بعدها عندما نتعرف على هذه الكلمة نسحب الأصبع عن الكلمة التي موجودة في اليسار وكذلك نحاول التعرف عليها إذا لاحظنا أنفسنا أننا بسهولة تعرفنا عن الكلمة التي باليمين والكلمة التي موجودة في اليسار نذهب إلى النوع الثاني من هذا التدريب وهو في عوض أننا نترك بين الأصابع كلمة واحدة نترك بين الأصابع كلمتين يعني نختار سطر الكلمتين الموجودة في وسط هذا السطر نخفي الكلمات المجاورة لهذه الكلمتين ونركز مع هذه الكلمتين لمدة نصف دقيقة كذلك وبعدها نسحب الأصبع الأيمن ونسحب الأصبع الأيسر ونحاول التعرف على هذه الكلمات المجاورة كما قلنا من قبل دون نقل النظر إليها وبهذه الطريقة تستطيع قزحية العين تبدأ في التوسع شيئا فشيئا ننتقل من كلمتين إلى ثلاث كلمات أربع كلمات وبهذا التدريب نستطيع أن نوسع مجال نظر إضافة إلى التدريب السابق الذي قلنا عليه يعني توسيع الإبهامين لكن النصيحة الوحيدة التي نقدمها في هذا التدريب هو كذلك هذا التدريب مثل السابق أننا لا نستطيع تطبيقه ثلاث مرات على الأكثر في اليوم الواحد ولا نستطيع ولا نطبقه أكثر من ثلاث مرات لأن حتى نتفادى كل الخطورات الموجودة فيه للعين أو قزحية العين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر